فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه واحد من اروع برامج تصوير الشاشة وتصوير الالعاب بالجودة عالية جدا برنامج النهاردة فيه مميزات كتيرة جدا مش موجودة في اي برنامج تاني البرنامج اللي معانا النهاردة اسمه برنامج ريج اكسي بيرت من اسمه كده خبير التسجيل البرنامج ده بقى معمول للناس اللي عايزة تطلع شغل محترم بجد شغل بروفيشنال مش سلق بيض مش هستقورمي برامج السلق كتيرة والبرنامج ده مش بديل لبرنامج تاني ولا منافس ليه لأ البرنامج ده بيلعب في حتة تانية خالص الفيديو لو طول منا شوية انا واصق انه يبقى فيديو ممتع ومش هتمل منه لعظة وهتابع معي الفيديو للنهاية عشان كده انا مش هقول لك تابع معي الفيديو للنهاية لانك بالفعل هتندمج وهتكمل معي الفيديو للنهاية المبدئيا رابط احميل البرنامج موجود سندو الوصف موجود فاول تعليق مثبت بس قبل ما نحمل ونثبت البرنامج تعال نتعرف على المميزات اللي موجودة في البرنامج ده واللي مش موجودة في اي برنامج تاني ومعنى انها مش موجودة في برنامج تاني انا بقصد بها تجميع المميزات دي كلها في برنامج واحد بص يا سيدي اول حاجة تصوير الشاشة بجودة 144 فريم في الثانية انت لما بتعمل فيديو سلو موشن بتعمله بدقة 60 فريم في الثانية لا ده بيديك لحد 144 فريم في الثانية رقم اتنين ممكن تضيف علامة مائية على الفيديو بتاعك باسمك او بصورتك او باللوجو بتاعك من غير ما تحتاج ان انت تعمل ده في المونتاج بتضيفها اثناء تصوير الفيديو في البرنامج. رقم تلاتة ازالة ضداء من الصوت اثناء تصوير الفيديو. يعني ما بتحتاجش ان انت تعمل تعديل للصوت بعد لما تخلى في تسجيل الفيديو. رقم اربعة فصل الصوت عن الصورة من الفيديو. يعني لو عايز تستخرج الصورة وعاديها الفيديو وعاديه الصوت او تستخرج الصوت واعدي من غير الفيديو. رقم خمسة ان البرنامج بيحفظ مقطع الفيديو بتاعك على الهارض مباشرة بعد انتهاء التسجيل. يعني ما بتحتاجش ان انت تعمله بعد ما تخلص عامل تصوير الشاشة. زي برنامج مثلا كامتازية. برنامج كامتازية بعدها بتخلص تسجيل بيه. بتحتاج ان انت تعمل لفيديو. لا ده بيحفظ على الهارض مباشرة. عندك برنامج بيعمل اي والميزة دي. بس ما فوش جميع المميزات اللي فاتت ولا المميزات اللي جاية. فالبرنامج بتاعنا ده واخد من كل برنامج الميزة اللي موجودة فيه وحاططها في برنامج واحد. رقم ستة تصوير الشاشة كاملة او تصوير جزء معين من الشاشة. رقم سبعة زر صوت المايك او فصله او زر صوت الجهاز او فصله بتحكم عايز تفصل اني صوت وتخلي اني صوت في الفيديو بتاعك. رقم تمانية الميزة الجاملة جدا جدا وهي ان البرنامج بيوفر لك ادوات للشرح اسناء تصوير الفيديو. يعني مسلا عايز تعمل دايرة. عايز تعمل سهم. عايز تظلل حاجة معينة. عايز تكتب على الفيديو بقى لمحر. عايز تكتب بالتيكست. برضو بيوفر لك تشرح عليها مدمجة في البرنامج. حاجة بصراحة عظمة جدا جدا. وانت تشوف بنفسك. رقم تسعة جدولة التسجيل. يعني مسلا ممكن نصبط البرنامج يا سيدي ابدأ لتسجيل الساعة مسلا تسعة. وقفل التسجيل الساعة عشرة مسلا. اول ما الساعة تيجي تسعة يبدأ تسجيل من نفسه. اول ما الساعة تيجي عشرة يوقف تسجيل من نفسه. اسمها جدولة التسجيل. رقم عشرة بقى تقسيم مقطع الفيديو بتاعي الى مقاطع معينة. يعني مسلا انا قعد بسجل ساعة. وبصبط البرنامج كل عشر دقايق يسجل لي مقطع منفصل. فبالتالي لما صور ستين دقيقة هيطلع علي ست مقاطع فيديو. كل مقطع فيديو مدده عشر دقايق. انا مش بوقف التسجيل وارجع سجل من جديد. لا اوة تلقاي بيقسمني مقاطع الفيديو اثناء التسجيل بالترتيب. او مسلا كل مقطع فيديو او المقطع ما يوصل مسلا ميتين ميجا لا خلوه لي فيديو منفصل. وابدأ تسجيل فيديو جديد مباشرة تلقائيا من نفسك. تمام? يبقى دي كانت خاصية تقسيم الفيديو. رقم حد عشر وهي ايقاف تلقاي للتسجيل. يعني مسلا بقول له اول ما ملف بتاعي يوصل مسلا الى اتنين جيجا وقفلي تسجيل على كده. او لو انا لسيت نفسي بالشرح مسلا اول ما الفيديو بتاعي يوصل لي ساعتين مسلا وقفلي تسجيل تلقائي. رقم اتناشر اضافة كاميرا او الكام على مقطع الفيديو اللي انا بسجله للسطح المكتب او الليعب اللي انا بلعبها والتحكم في الكاميرا بتا روبتا دي بشكل كامل. يعني مسلا ممكن ازيل كروما بتاعتها لو انا بصور على خلفية خضرة. او اعمل دايرة على الكاميرا او اتحكم في مكان الكاميرا ممكن يخليها في اليمين اوخليها في الشمال او خليها فوق او خليها تحت زي ما انا عايز وتحكم برضو في حجم الفيديو بتاعي حجم الكاميرا بتاعتي اكبرها او صغرها. لك امكانية التحكم فيها كاملة على مقطع الفيديو اللي انت بتصوره. ماذا رقم تلاتاشر? في تصوير الانعاب بيخليك تتحكم بشكل كامل في الصوت المايك وصوت اللعبة. دايما بيبقى صوت اللعبة مزعج واحنا محتاجين نخفضة صوت اللعبة شوية. علشان الصوت اللي بيتكلم هو اللي بيبقى ظهر اكتر. فمن خلال البرنامج برضو تقدر توطي الصوت اللعبة زي ما انت عايز تحدد مستوى الصوت زي ما انت عايز وتعلي صوت المايك زي ما انت عايز او العكس طبعا. رقم اربحتاشر ممكن تستخدم البرنامج في تسجيل الصوت بس تستخدمه كريكوردر بس. رقم خمستاشر ممكن تاخد ببرنامج ده لقطة شاشة وتعدل عليها ترسم عليها او تكتب عليها او تعمل عليها مربعات او اسهم زي ما انت عايز. دي كده كانت الخمستاشر اللي موجودة في البرنامج تعالها بقى نتعرف على البرنامج بالشكل اكبر وشكل عملي ونحمل ونثبت البرنامج ونشوف هنستخدمه ازاي بس الاول ما تلساش ان انت تدعمنا باللايك الجميل بتاعك على الفيديو ولو مش مشترك معنا في القناة تشترك معنا في القناة وزي ما قلنا رابط احميل البرنامج موجود في صندوق الوصف وموجود في اول تعليق مثبت وهنحمل البرنامج من الموقع الرسمي يعني الدنيا اماني يلا بينا تحت الفيديو مباشرة كده اضغط على كلمة المزيد هيظهر لك سندوق الوصفة تلاقي رابط تحميل البرنامج وبرضو هسيب لك البرنامج في اول تعليق مثبت هتضغط عليه هيظهر لك الموقع الرسمي بتاع البرنامج هنقول له فريد او اللود وبيدعم جميع نظوم التشغيل وندوس من اول سبعة لحد عدقاشر فريد او اللود عشان نحمل البرنامج حجمه قل من واحد ميجا هنقول له بدي التحميل فتح المجلد ادي البرنامج بتاعنا نحطه على اقول له هنا حجم البرنامج الاجمالي سبعة وستين ميجا برضو كلام تفه جدا وحجمه بسيط جدا على كم الامكانيات اللي بيقدمها البرنامج ستارتنا وعشان نبدأ في تشغيل البرنامج بعد ما ثبتنا البرنامج وفتع بالشكل اللي انت شايفه ده هنلاقي فيه اربع ايقونات على الدسكتوب بنفس الشكل اولا ده ملف اللي احنا حمناه في الاول وبعد كده ده ملف البرنامج حجمه سبعة وستين ميجا وده ملف تشغيل البرنامج ودي خاصة بالبرنامج عشان نشغل البرنامج بعد كده كل مرة هنشغله من ايقونا دي بيفتع بالشكل ده انا هشرح لك دلوقتي كل حاجة موجودة في البرنامج وستنمش مع بعضينا واحدة واحدة كده اول حاجة لو ضغطت على الزورة ده كده وبدأ تسجل ده غطت على هيبدأ يسجل دلوقتي كل حاجة موجودة على سطح المكتب تمام؟ بالشكل ده وجايب الاختصارات بولي فتسعة علشان تبدأ وتوقف وف عشرة علشان تعمل لو حبيت وقف التسجيل بضغط هنا على العلامة دي اللي هي اختصارها فتسعة ولو حبيت برضو ابدأ تسجيل من غير مضت على زر بضغط فتسعة تمام؟ يعني فتسعة ده اختصار للتشغيل والايقاف انما الزر اللي جميه ده ايقاف مؤكد ده بوز ممكن اعمل ويقافي الفيديو بالشكل ده حافظ لي الفيديو طبعا في ملفات قبل كده انا كنت مسجيلها ده الفيديو اللي احنا اسجلناه حالا دلوقتي. لو حابين نرجع للواجcida الرئيسية نضغر دلوقتي على زر باك لو حابين نعزف اللا ملفات دي كلها يقولك الملفات دي تبكة موجودة فن. تمام? ممكن نعزف اللا ملفات دي كلها بالشكل ده تمام? ازلل واعزف بالشكل ده. بقول لي هتهزف من على الهارد برضو ولا من البرنامج بس ديليت فيل هزف من البرنامج بس. دليت زالوكال فايل هزف الملف برضو من على جهاز الكمبيوتر من عندي من الهرد من عندي. تمام? يبقى الاتنين يعزف. والتاني برضو نفس الكلام. نرجع الواجهة بتاعتنا. لو حبيت اسجل الجزئية معينة يعني مسلا حاب اسجل الجزئية اللي فيها الايكونات دي. بضغط على هنا. تمام? وبحدد الجزء ده كده. بالشكل ده. وابدأ. او ممكن اضغط على زر اف تسعة في لحظة المفاتيح. بالشكل ده. تمام? بيعاد عد تنازلي زي ما انت شايف كده. ويبدأ يصور معي. وبعد انا اعمل بالشكل ده. هنا بتاع البرنامج ممكن نشوف تسجيله هنا سجلناه. كلام جميل. طيب الملف ده موجود فين بقى على الهرد بتاعي. لو نزلت تحت كده وضغط على الايكونات دي. هلاقي الملف بتاعي موجود هنا. تمام? ادي الفيديو بتاعي اللي انا سجلته ولا حجمه تقريبا نص ميجا. كلام جميل. طيب هنا لو هعمل تحرير للفيديو. اغير اسمه مسلا. دي لو هعزف الفيديو. دي لو هرتب الفيديوهات. دي لو هعمل امبورت الفيديو من برا عايز اعمل تعدل عليه لان البرنامج فيه امكانية ايدت. ايدت بيعمل ايه? ايدت ممكن اقص جزء منه. تمام? بالشكل ده. من اول ومن الاخر. واعمل سيف. هيحفظ لي الفيديو بتاعي. في نفس المكان اللي بيع فاصيل الفيديوهات بتاعته. اكصورت بالشكل ده. اوكي. ممكن نرجع دي ممكن ااخد من الفيديو بتاعي. اخد وحفظها هنا. دي ممكن ازود سرعة الفيديو بتاعي. دي مجرد بس تمام? تمام. طيب نرجع تاني. ونخليها هنا حجم الشاشة بتاعتي. انا الشاشة بتاعتي ابعدها الفين ستمائة وخمسين في الف ستمائة. هو جايبها تلقائي. تمام? هنا بختار الشاشة لو موصل اكتر من الشاشة. هنا لو موصله بكام. بس انا حاليا دلوقتي مش موصله بكام. وهنا صوت الجهاز. لو عايز واقف صوت الجهاز مش عايز اصوات الجهاز تطلع. بضغط على الايكونة دي كده بيلغي صوت الجهاز. اي اصوات طالعة من الجهاز بيلغيها بيسجل صوت انا بس. تمام? طيب لو عايز العكس بقى عايز صوت الجهاز هو اللي يطلع ومش عايز اي ضوضاء تطلع من المايك او اي صوت يطلع من المايك عموما بضعط هنا بالشكل ده. لو ضغطنا هنا كده بيجيب لي المايكات بتاعتي هو بيبقى مختار لتلقائي المايك بتاعي. لكن لو انا عايز استخدم المايك بقى مع فلترة النيوز مع ازالة النيوز مع ازالة ضوضاء. بختار ده. تمام? بالشكل ده. وزي ما قلنا الايقونة دي اللي ببدأ منها. عند الايقونة دي بتاع بتاع العلامة المائية. عايز احط الصورة على الفيديو. عايز احط لوجو. عايز اكتب كلمة معينة. بضغط هنا كده. واقول له اد. بقول لي انت عايز تعمل ايه? عايز اكتب 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 بالشكل ده. واقول له ولا عايز احط صورة. ولا عايز عندي. ونفرض مسلا الصورة دي. واحدد مكانها. والحجم بتاعها. بالشكل ده مسلا. تمام? وبعدك اقول له ده بالنسبة للوتر مارك. هنا هنفضل الكمبيوتر في الاول ده عموما اللي فاتح لي صفحة اللي قدامي دي. تمام? اللي بعدها دي اعدادة الصوت. هنا انا بتكلم دلوقتي ما وجدت الصوت ظهر عندي في المايكروفون. هنا ما فيش اي اصوات طلع في المايكروفون دلوقتي. لكن لو جيت عملت مثلا كده. شايف اصوات الايه? الجهاز طلعت عندي ايه? تمام. كلام جميل. دي اعدادات تسجيل اللعبة. انا لما يقوم فاتح اللعبة وضغط على سيليكت جيم هتظهر لي هنا اسم اللعبة اللي انا فتحها. برنامج افل وفتح من جديد عشان يشغل كمسؤول. لو ضغط على سيليكت جيم بيظهر لي هنا الحاجات اللي انا فتحها ومنها اختار اللعبة بتاعتي. والنفرض مسلا دي اللعبة وضغط عليها كلمة اوكي. تمام? تمام. في اللعبة بقى. لو حبيت اوطي مستوى صوت اللعبة طبعا صوت اللعبة بقى طالعة من الجهاز مش من ميك. هنا صوت اللعبة. واختار ادفانس اوبشن. ووطي الصوت بتاع اللعبة زي ما انا عايز. ادي عندي اوطي الصوت اللعبة. وخلي صوت الميكروفون هو اللي عالي. تمام? او لو عايز العكس اوطي صوت الميكروفون. ونظن ما حده صعبعا هيعمل كده ويعلي صوت اللعبة. تمام? تمام. وبعدك اقول له اوكي. كلام جميل. طيب عندنا هنا الايكونة بتاع يعني اسمني الفيديو بالمدة اللي انا عايزها او بالحجم اللي انا عايزه زي ما اتفقنا اللي انا بسجل ساعة مسلا وعايز كل مقطع عشر دقيق. بفتح الاوبشن ده كده. تمام? وبعدد له بقى. كل ايه? كل مسلا عشر دقيق. تمام? احفظ لي مقطع الفيديو. وضعت اوكي. لا انا مش عايز احفظ بالدقيق. عايز احفظ بالحجم. مسلا كل اتنين جيجا مسلا. ماشي. الفين ميجا. احفظ لي مقطع فيديو منفصل. واقول له. طيب الكلام ده عايز اعمله دلوقتي بس. في التسجيل دلوقتي بس. ولا كل مرة? بختار مسلا كل مرة او في الفيديو ده بس. تمام? تمام. وبعد كده بضعت على اوكي. عندي هنا الزرار بتاع اوت ستوب اللي قفل تلقائي لتسجيل الفيديو. بفعل ده كده. وبختار بقى. انا عايز الفيديو بتاعي يقف لما يوصل كم دقيقة? لما يوصل مسلا ساعتين. زير اتنين. وهنا خليها سفرين. تمام? لا انا مش عايزه يوصل بالوقت. انا عايزه يوصل بحجم الملف. لما الملف بتاعي مثلا يوصل. لواحد جيجا الف اربعة وعشرين ميجا. تمام? اعمل لي اقافة القاي لتسجيل الفيديو. تمام? بالشكل ده واعمل اوكي. الكلام برضو ده عايزه مرة وعدة ولا كله مرة. وهنا في الاوبشن ده بختار بعد ما اعمل اقافة القاي. اقفل البرنامج ولا اعمل سيب الجهاز ولا اعمل شط داول الجهاز. وهنا الاوبشن اللي فوق ده. ابدأ ليه بالتاريخ الفلاني توقف للفيديو. بالتاريخ الفلاني والساعة الفلانية اول ما يجي اليوم الفلاني. لا مش حتى طبعا يسجل بالاقيقة. جايز فيه حتى فيكم يحتاج الوبشن ده. اول ما التاريخ الفلاني مثلا ياجي. والساعة الفلانية بتاقي كيف يتاجي. ووقف لي تسجيل الفيديو. تمام? تمام. هنا Always the option ده بتاع جدوالة الفيديو. انا شغorgt على الجهاز. وفي وقته معين عايزه يبدأ تسجيل الفيديو. عمله هنا مهمة جديدة. وفي السنة الفلانية والشار فلاني واليوم فلاني والساعة الفلانية. ابدأ تسجيل الفيديو. الكلام ده دلوقتي بس ولا يوميا ولا اسبوعيا. وهنا نهاية التسجيل. اخليها بالمدة. بمدة الفيديو. اول ما الفيديو يوصل كزا. اول ما الفيديو مسلا يوصل اربعين دقيقة. ولا في الوقت الفلاني. ولا اخليه اعمل له انا ايقاف يدوي. كلام جميل جدا. وانا الزرار ده بيجيب لي مقاطع الفيديو اللي انا اسجلتها قبل كده. كلام جميل نرجع تاني. عايزين نروح بعد الوقتي لاعدادات البرنامج. اولا التلات شورة دول بيجيب لك يعني مساعدة شرح البرنامج. عبارة عن صفحة ويب وفيها شرح البرنامج بالصور. دي لو هتتواصل مع الدعم الفني بتاع البرنامج. دي لو هتقول رأيك في البرنامج. دي للبحث عن التعديسات دي معلومات بخصوص ترخيص البرنامج. عندك هنا اعدادات البرنامج اللي هو الشكل ده. لو ضغط عليه بالشكل ده. هنا فيه قايم على الشمال. ولو نزلت بالموز كده. تمام? واخد بالك. كلها صفحة وعدة والقايم بتنزل معي التحت. كلام جميل. طيب نبدأ من اول. ده المكان اللي بحفظ فيه الفيديوهات بتاعتي. لو ضغطت هنا كده. عشان افتح المكان اللي انا حافظ في الفيديوهات. كلام ممتاز. دي لو اعدل المكان. اختار مكان جديد. اخلني مسلا يحفظ على الديسكتوب. اختار له الديسكتوب هنا كده. واقول له سليكت فولدر. خلاص كده بعد كده. كل الفيديوهات اللي انا سجلها. اتحفظ لي على الديسكتوب هنا بالشكل ده. كلام جميل. هنا الفيديو وسقط الفيديو. اختار الصيغة اللي انت عايزها. افضل الصيغة طبعا الام بي فور. وهنا الكواليتي. اعلى كواليتي اللي هي الاخيرة دي. وطبعا دي حجمها بيبقى اكبر. ودي اقل في الحجم. اختار للناسبك طبعا. هنا بتختار عدد الفريمات اللي انت عايز تصور بيها من اول واحد فريم لحد مية اربعة واربعين فريم. وطبعا على حسب امكانيات جهازك والحسب الشاشة بتاعتك هي بتدعم كام هيرتس. فانا بالنسبة لي شاشتي اقصى حاجة عليها دلوقتي ستين هيرتس. فانا خليها على ستين فريم. كلام جميل. عندنا فريم ريت مود ده خليه زي ما هو. وعندي هنا الاوديو وسقط الصوت. هخليها افضل حاجة اللي هي الويف. انقصيغة هي الويف. طيب ننزل على اللي بعدين. عندي الاوديو. لاني خليها ويف. عندي تمام. عندي هنا اربعة واربعين الف ومية اللي اخليها تامانية واربعين الف. كلام جميل. العد التنازل اللي لما ابدأ تسجيل يعدي من تلاتة الواحد ولا من سبعة ولا من عشرة زي ما انت عايز. يا انسوا حاجة بالنسبة لي تلاتة. هنا ده لشان احرك منطلة تسجيل لو انا بسجل جزء معين مش بسجل فول سكرين وهنا عشان اظهر اظهر التسجيل وهكذا تمام. هنا ده اختصارات. هنا البداية والسطوب تسعة. وهنا البيوز الاقافة من مؤقت اف عشرة. وانا اخذ لقطة الشاشة اف احد عشر. وهنا اظهر معلومات اللعبة زي عادة فريمات والوقت انا سجلته ب اف تمانية وانا بسجل الارعاب. هنا بقى اعادات الموز عايز ازر الموز عايز تعمل خصاص الموز زي مثلا الكليك اللي بتظهر دي. شايف بص هنا في اليمين. تمام? بالشكل ده. باللون اللي انت عايزه طبعا. وهنا حجم الموز. تمام? اثناء التسجيل. وهنا الهايلايت بيضيف لك هايلايت ده يا راح حوالين الموز باللون اللي انت عايزه طبعا. وحجمها اقد ايه? تمام? والشفية بتاعتها اقد ايه? اوبشن ممتاز جدا. ننزل على اللي بعديه. هنا 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 هيزر لك معلومات على الفيديو اللي انت بتصور وعليها اللي انت بتصورها. عادة فريمات اللي بسجل بيها والوقت والمساحة الفاضية وحجم الملف وها كزا. تمام? هنا اللي انشاءة بداية البرنامج لما تشغل الجهاز تظهر مع مجموعة البرامج دي. وهنا الوزران يعني شغل البرنامج دايما كمسؤول. ودي الافضل طبعا ان انت تشغلها. تمام? وهنا مور لما تقفل البرنامج الصفحة الرئيسية يعمل لك من الميز لسغل البرنامج جنب الساعة. ولا يقفل البرنامج خالص اختار اللي انت عايزه. تمام? اوكي. وبقى كده شرحنا كل حاجة في البرنامج زي ما اتفقنا رابط تحميل البرنامج وموجود تسنده الوصف موجود في اول تعليق مسبت ساشت دعم نبايك على الفيديو. مشترك في القناة عشان يوصل لك وشعر بكل فيديو جديد بنزله. بالتوفير لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.